السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا الجيلان علي ممبرشيب إلى نورستارت ألترا ساون جمعت أكبر كمية من أسئلة الموجات فوق الصوتية لامتحان البرومتريك وبالأخص لزملائنا في اختصاصين الأشعة أو خصائين الأشعة إذن الأسئلة هنا ما معنى إنها خاصة بين ناس الماجستير لا دين ناس الأشعة الأصلا دارسين باكلوريوس وحبين يجلسوا الامتحان البرومتريك فأنا جمعت لكم أكبر كمية من أسئلة الموجات فوق الصوتية وطريقة الأسئلة طيب أنا في الشرح في البداية أبدأ لكم أذكر لكم النورمل تمام؟ المقاييس الطبيعية الظهور الطبيعي بعض الأشياء المختلفة لأن معظم زملائنا في الأشعة هو الخريج الباكلوريوس غد تخفى عليه بعض المعلومات يعني السؤال بيجي مباشر اختار الإجابة الصحيحة ونحن عارفين طبعا امتحان البرومتريك ما يمتحان ساهل فسبحان الله بتلاحظ كل الأسئلة متغاربة لبعض أو متشابهة تمام؟ فاختار الأصح نحن كيف بنختار الأصح؟ أنا طلحت على الأسئلة ولقيت الأسئلة يعني شوية صعبة في الفهم فوضحت مقابل أي سؤال صعب وضحت جنبه صورة توضيحية فما معناه إنك تشوف الصورة التوضيحية عندي فبتلاقيها موجودة في الامتحان؟ لا أنا وضعت لك الأسئلة عشان أوصل لك إلى الفكرة وبإذن الله السؤال إذا واجهك حتقدر إن شاء الله تجاوز السؤال وتجاوب إن شاء الله إجابة صحيحة واسأل الله إن شاء الله إنه ينفعكم بي وبإذن الله تعالى نبدأ معظم الأسئلة المشهورة وهي السونغرافر ديسكريبشن تمام؟ عندنا ظهور ذيما تدعمل في الموجات الصوتية علامات معينة أو رموص بنتعامل بيها ما شرط مع الباثولوجي ما شرط أنا بتعامل مع المرض حتى لو بتعامل مع الأورغن في حد نفسه أو بتعامل مع باثولوجي أو أي شيء له علاقة بالموجات فبسميه بالظهور المعين في ظهور بسميه أن إيكويك وفي ظهور ثاني بسميه كومبليكس وإيكوجينيك وهيتروجينيس هيموجينيس هايبريكويك هايبوكويك آيزوكويك أنا سهل لك المفهوم بأسهل طريقة ممكنة انتفقنا؟ طيب سهل لنا الموضوع أكثر نبدأ في البداية بالأسهل شايف كلمة آيزوكويك؟ آيزوكويك دايماً بترمز للماس أو الورمة اللي انت شايفه إنه آيزوكويك معناه إنه بيشبه العضو نفسه أديني مثال هاف سيم إيكوجينيسيتي إذن مثالاً نقول عندنا ماس بيناين ده هنا عندي بيناين لونه أحمر لاحظوا معي هاف سيم إيكوجينيسيتي عندي واحد من الباثولوجي اسمه الثيرويد أدينومة الثيرويد أدينومة بيصهر بنفس بعض اللي الظهور ليو بيصهر بنفس التشوز بتاعت الثيرويد ما دائماً لكن في بعض الأحيان بيصهر بنفس التشوز بتاعت الثيرويد فبيسموه آيزوكويك يعني مشابه طيب هيبوكوك هيبوكوك معناه إن الباثولوجي بتاعي بيظهر بظهور أضعف أو أقل من الأورغان اللي بيكون موجود فيه هاف فيو إيكو مثال عليه الهايبوكوك مثال عليه الهيباتيك أدينومة الهيباتيك أدينومة طيب الهيباتيك أدينومة إذا بيظهر معي في الليفر وهي الليفر وفي الداخل عندي هيباتيك أدينومة طيب ظهرت معي الهيباتيك أدينومة بأقل ظهور من ظهور الليفر فبسميها هيبوكوك طيب هيبريكوك كلمة هيبريكوك فمعناه هاف ماني إيكو هاف ماني إيكو صحيح ممتاز هاف ماني إيكو معناه الأنجيو مايلايبوما الأنجيو مايلايبوما اول الانجيوما تمام اول الهيمانجيوما الكافرنوزر هيمانجيوما دي معروفة انه عبارة عن فات تمام كوليم الفات دائما طبع بعض الاحيان قد تشيل صفة الايكوجينيك اما في لو ما نلاحظ له ان الانجيو مايولايبوما اول حاجة من نتذكر ان الباثولوجي موجود معي في الكيدني موجود معي وين موجود معي في الكيدني فهو هاف ماني ايكو بتلاقو ان ايكوجينيك لكن جزو منو تلقوها يبو كويك وبيعمل باستيريا راكوستيك شادوينك بيطلع منو فدي كلمة هايبري كويك تمام بيكون عندو شنو يا جماعة بيكون عندو مالتيبل او يكون عندو ماني ايكوس هيموجينيوس يلا ركزوا معي هنا نمسح الكلام عشان نوضح المفهوم هيموجينيوس وهيتروجينيوس اتفقنا هيموجينيوس وهيتروجينيوس ممكن اوصف بهم العضو في حد نفسه مثالا الكيدني انا بعتبر انها هي هيتروجينيوس الليفر بعتبر انها هي هيموجينيوس هيموجينيوس معناه ان الايكوجينيسة في اي جزء من الليفر بساوي الجزء الاخر الى ان تكتمل مع الليفر فبسميه هيموجينيوس متناسقة تمام ينوفوم جاني متحدة في الكمبزيشن هيتروجينيوس ديفران في الكمبزيشن طيب الكيدني ما هي نورمال ما فيها باثولوجي ما فيها باثولوجي لكن عندي فات سينيسز بتكون هيبريكوي وعندي بايراميدلز جزء مننا يكون هيبريكوي تمام وعندي فوق الكورتيكولز هيبريكوي وعندي في الاعلى الكابسول هيبريكوي فهي مختلفة في الايكوجينيستي فبسميه هيتروجينيوس اتفقنا في بعض الباثولوجي تمام بعض الباثولوجي ممكن تظهر معي مثال على القريف ديزيز القريف ديزيز ده اسم باثولوجي موجود معي في الثيرويد بيصهر معي هيتروجينيوس وفي باثولاجي ثاني في ستايرويت بيظهر هتروجينيس اللي هو الهاشيمو الثايروديتس وطبعا الهاشيمو من الأسئلة المشهورة بتكون موجودة معي في الامتحان إيكوجينيك إيكوجينيك معناه إنه يمتلك ضوء أو استراكشا that is produced echo بيظهر معي إيكو تمام الكرونيك رينال ديزيز الكرونيك رينال ديزيز باللاحظ له إنه هو الحاجة بالمسمى ناس الموجات بيسموها بور cortico-medalary-differentiate ده معنىه شنو بور يعني ضعيف أو يفتقر الكورتيك معناه الكورتيكس الام معناه الميضلة differentiate معناه ما قادر أفرق لأنه ده كورتيكس لأنه في الأمام هنا عندي ميضلة فبتصهر معي إيكوجينيك والفات في الليفر الفاتي الليفر بتصهر معي إيكوجينيك وحتى الفاتي في التريشن في الليفر بيصهر معي إيكوجينيك متفقين complex يلا البعد نمسك الجملتين نحن جاهسين نمسك جمل مع بعض استخدمولي دايما وكتين يتوصف ليا وكتين يتوصف ليا الماس تمام الماس في أي نوع مثال عليها السيست طيب أنا ما ممكن أقول لأنه فيه هتروجينيس على ماس نعم السولد تهي من خليك كلمة هتروجينيس مربوطة لي مع السولد لما انت خليها مربوطة مع السولد بتخلي إيجابتك هنا أفضل تمام complex معناه أنه عندي سيست وفيه فلويد وفي نفس الوقت موجود معي إيكوجينيك انترنال طيب فيتشر بتاعت أني كويك أني كويك معناه بتصهر معي بلاك without إيكوجينيك معناه أن الويف بتمشي لكن ما بتجي راجعة مرة ثانية فبسميه without إيكوجينيك في بعض الأحيان طيب ممكن أستخدم كلمة أني كويك لوصفة نورمال أيوة لوصفة الحالات الطبيعية البلدر بتحتوي على فلويد فهي أني كويك تمام ولا symbol system pathology أني كويك وحتى اليورين البلدر بتحتوي على يورين صحيح إذن معناها أني كويك طيب نحن نتكلمنا تعالوا نشوف مع بعض الفرق أنا كيف ممكن أحدد الفرق نشوف الصور ونحكم من الصور طيب حاليا ظهرت معي cyst دي اسمها simple cyst نلاحظ لها في الداخل لونة black ظهر معي في الداخل black black معناه أن إيكويك أنتبه ما تلاحظ أي إيكوجينيك إنتيرنال لو ظهرت معك أي ملطبة إيكوجينيك إنتيرنال أشياء بتلمع أو فيها ضوء في الداخل إيكوجينيك فدي بيسميه complex أنا بحاول جماعة بشرح بأقل طريقة لبعض زملائنا اللي بيجو مارين على الأسئلة طيب ممتازين حاليا شفنا cyst من شوية كانت black سمينا أن إيكويك طيب حاليا هنا ظهر معي واذا إيكوجينيك شايفين الإيكوجينيك الإيكوجينيك اللي في الداخل والهايبو كويك إذن معناه إنها cyst لكن فيها ملطبة الإيكوجينيك صح reflect معناه complex دي المسمى بيكون complex إذا ظهرت معكم هذه الصور طيب تعالوا نفرق مع بعض إذن الصورة الأولى سميناها أن إيكويك سميناها أن إيكويك أن إيكويك لماذا؟ لأن في الداخل ما فيها أي إيكوجينيك black إذا ظهرت معي black فسميها أن إيكويك طيب هنا باين معي إن الماس في الأمام أكبر إيكوجينيك من الأورغان هنا الأورغان يا جماعة دي كل هنا حدود الأورغان باين إن الماس أكثر إيكوجينيك من الأورغان فبسميه هايبريكويك طيب هنا عندي cyst جزء أن إيكويك وجزء عندي هايبو كويك إذن دي complex cyst طيب أنا ملاحظ للماس هنا نفس الظهور للأورغان أو متشابهين في الإيكوجينيك هايزو إيكويك طيب الصولد ماس هنا جزء منه هايبو كويك أني كويك وجزء منه هايبو كويك وجزء منه هايبريكويك معناه have many echo بسميه هيتروجينيس متفقين إذن اتفقنا على هذا النقطة نشوف صور ثانية للتوضيح طيب دي هنا صور كمان واضحة جدا إذن دي هنا التشوز التشوز بتاعت الأورغان بين علينا هايبو كويك والباثولوجي هايبريكويك أعلى من التشوز نفسه فبسميه هايبريكويك طيب هنا التشوز في الأورغان وهنا الباثولوجي بيعتبر ظهوره هايبو كويك أقل إيكوجينيستي من الأورغان طيب الباثولوجي هنا وين يا جماعة تغريبا هنا حدوده طيب محتمل تكون كلام غير صحيح لا لا دي حدوده هنا بالضبط مشى معي مع الهايبو كويك اللي هو بحدد لي حدود الباثولوجي أنا ملاحظ أنه في الداخل بيشبه ليه الأورغان النورمال أورغان من الخارج فبسميه طيب هنا لونه بلاك ظاهر معي بلاك ومعه باستيريا أنا بس أنتبه في الداخل الكنتينتس اللي بتكون الداخل الباثولوجي ظهر معي بلاك فهي أن إيكويك بشراحة بمعنى أن إيكويك وإن شاء الله الفكرة تكون وضحت زي ما أنا حابي أن أوصل إليكم الهيموجينيس يلا تعالنا شوفوا كلمة هيموجينيس هنا عندي الليفر تمام أمسك المربع هنا والمربع الثاني والثالث والرابع مع بعض لاحظ معي في الأربعة مربحات خلال الليفر هل فيه اختلاف في الإيكوجينيس ما تركز ليا مع الفيزوس ده هنا فيزوس أنا بتكلم عن الستركشر نفسه هل عندي اختلاف ما عندي اختلاف إذن مسمى بيكون هيموجينيس طيب تعالنا مسك الكيدني مع بعض من الداخل هايبريكويك عندي ان إيكويك بيراميدوس عندي هايبوكويك كورتكس إذن معناه عندي ماني إيكوجينيك صح ماني إيكو إذن كومبليكس وضحت كده الإجابة وضحت تقريبا الأورغان صايز تعالوا نمسك مع بعض الأورغان أنا وقت أمسك الأورغان بديكون احتمالين لأنه فيه اختلاف في الصايز تمام حسب المنطقة حسب المكان لكن احنا نتكلم بلغة أول جزء بنتمسك فيه هي الليفر تمام قياس الليفر من الأشياء الأسئلة المشهورة الصايز أوف تو ذا ليفر واذا صايز الليفر صايز إذا جاك في الإخيارات إنه هي 15 سنتيمتر إذن هي إجابة صحيحة لو جات 15 ومعها 15.5 ف 15.5 هي الأصحة طيب لو جات الأسئلة 12 جاتني الكريني كودل تمام جاتني 12 و 11 وجاتني 10 وجاتني 16 إذن 16 بيكون الأصحة تمام طيب إحنا حاليا بنعتمد في الموجات أي قياس بنعتمد إنه 15.5 15.5 طيب لو جاني السؤال على الليفت لوب فقط أنا عايزة أشوفها الليفت لوب في الليفر الليفت لوب يا دكتور هو بيعمل معي أقل من 7 سنتيمتر طيب لو قلي طيب لو جاني السؤال فقط الرايت لوب هو أقل من 12 سنتيمتر أحمل سكرينشوت هنا دي هنا حسب الأيج وأنا ما أعتقد إن البرومتريك بيكون معقد لهذه الدرجة الصيز بتاع الليفر كمان عندنا وفقا للأيج ناخد مثال البيشن لو كان عمره من 3 ييرز إلى 5 ييرز من 5 من 3 سنوات إلى 5 سنوات تمام حسبوها أخذوا عينة فوق الـ 27 المين طلع معنا 8.6 سنتيمتر الليمت من 6.5 إلى 12 إلى 11.5 وأنا زي ما وردتكم البرومتريك ما أعتقد حيكون معقد في هذه الأسئلة عليكم بالأضلط الاسبلين عشان ما نختلف في محور الاسبلين لفترة طويلة أنا بس حبيت أجيب الصورة هنا لأن في بعض الناس أو بعض الزملاء بيكون جابوا القياسات واعتمدوها خلاص تمام؟ بيكون جابوا الصورة ده ويعتادوا على رؤية الصورة لاحظة لها كمان منتشرة في بعض القروبات الصيز أمسك لي اللينث يا دكتور اللينث الطول بتاع الاسبلين بيعمل معاك من أقلة من 12 سنتيمتر حاضر أقلة من 12 سنتيمتر خليكم من الصور اللي بتشوفوها طوالي أقلة من 12 سنتيمتر طيب العرض العرض يا دكتور بيعمل معاك 5 سنتيمتر آه سوري 7 7 سنتيمتر تمام؟ أو أقلة من 7 سنتيمتر طيب الثيكنيس الثيكنيس 5 سنتيمتر واعتمد لي إجابتي الله يوفيكم جميعا تمام؟ إذا نقلة من 12 7 5 كذا نحن متفقين لأن الصورة لقيت منتشرة بشدة طيب نستلم الكيدني النورمال كيدني النورمال كيدني لو جاء سؤال مباشر سألك السؤال قال لك في الأضلط في الأضلط لو سألك في الأضلط وسكت على هذه الجزئية آه ولقيت من الإجابات 9.12 سنتيمتر من الإجابات فهي الإجابة الشائعة عن معظم الزملاء تمام؟ هي الإجابة كانت الشائعة الصيز بتاع الكيدني بيختلف على حسب السكس وحسب الإيج العمر بيحدد عمر الإنسان بيحدد الجنس بيحدد تمام؟ إذن معناه فيه اختلاف في البطولة جيب تختلف معي كل ما زاد العمر كل ما حصل لها شرينكينغ حجم يحاول يقيل معي كل ما كان طفل صغير كمان الحجم حقه بيكون أصغر الصيز بتاع الكيدني أخصى حاجة ممكن نصل معكم إلى 13 سنتيمتر طيب ميل خيارات كلها جاتني 7 8 3 4 5 6 وجاتني من 9 إلى 14 هي إجابة صحيحة تمام؟ إحنا نتفك طيب من 9 إلى 14 ما ظهرت معي ظهرت معي من 9 إلى 13 إذن هي إجابة كمان صحيحة طيب ظهرت معي في الميل بس ذكر لي الميل الميل هي 12 سنتيمتر بوينت واحد لو قل لك في الميل ممكن تصل معك إلى 11 أو 10 سنتيمتر أنا بأوريك النورمل الريج تمام؟ إذا ذكر في السؤال مثالاً إن الباشن هو تمام؟ يعني لو سألك قال لك الباشن عمره 70 سنة خليك دائماً في ضمن المقياس إنه من 9 إلى 12 سنتيمتر اتفقنا؟ الويتس العرض بتاعها بيعمل معك من 3 إلى 5 سنتيمتر الثيكنيس إلى 3 سنتيمتر وديه طبعاً أكتر ثوابت الويتس والثيكنيس دائماً إحنا بنختلف معهم في الطول إذا ممكن تصل معك إلى 13 أو 14 سنتيمتر أو من 9 إلى 12 سنتيمتر طيب يا دكتور الإجابات اللي أنت قلتها كلها حصلت معي مثالاً من 9 إلى 12.5 من 9 إلى 13 من 9 إلى 14 وسألك قال لك النورمال رينج أذكر لي النورمال رينج كلها ذكرت معي تمام؟ إلى 14 أو ممكن أكتب لك إلى 14 النورمال سايز أنتبه فوق حاضر أنتبه ليه فوق هل كاتب لك اسم معين لمنظمة؟ أنتبه هل في اسم معين لمنظومة معينة؟ لو ذكر منظومة معينة فهي 9 إلى 14 لا يا دكتور بس ذكر النورمال سايز كدني وعلى كده 9 إلى 13 بس عشان بعد الأسئلة اللي بيكون فيها تلاعب طيب الكورتيكس الكورتيكس يهو الجزء العلوي هنا ظاهر معي في الأعلى ده هنا كله الكورتيكس تمام؟ الكورتيكس بصير معي من 9 إلى 10 البرانكما من 15 إلى 20 في بعض الأسئلة ممكن تجيك من 15 إلى 18 هي إجابة صحيحة إلى 20 كمان إجابة صحيحة جانوا الاثنين مع بعض الإجابة الصحية هي إلى 20 مليمتر نفس القصة يا جماعة ناخد سكرينشوت برضو للفقرة هنا برضو ممكن تتحدد من خلال اله اختلاف في اله كمان بتديني غياسات صحيحة وزي ما اتفقنا دي زيادة معلومات بالنسبة لكم والبرامتريك ما هيكون معقد من الأسئلة ممكن تكون سهلة ومكشوفة هي الصيز بتاع البنكرياس جاك سؤال الصيز بتاع البنكرياس هو 12 سنتمتر 12 سنتمتر طيب الماكزيمم أنتريو بوستير دايمينشا احكسه الهيد بيعمل معي 3 سنتمتر النك 1.3 سنتمتر البضي 2.5 سنتمتر التيل 2 سنتمتر دي ثوابت احفظوا عليه سهلة هنا ما في تحقيد اتفقنا في الجزئية هنا ما في تحقيد وكذلك زي ما بتعرفوا إن لو طلب الإجابة هناك سأني عن البنكرياس التيل سايز لكن في بعض الأسلة بتكون عكس أنا عايزة الدكتل في الداخل شايف ليه الدكتل في الداخل أنا عايزة أعرف الصيز في الهيد بتعمل معي 3 مليمتر في البضي بتعمل معي 2.1 مليمتر في التيل بتصل معي إلى 1.6 مليمتر متفكين على هذه النقطة ممتازين الـ IVC جاني سؤال على الـ IVC الـ IVC هو الانفريير فاناكيبة الـ IVC بيعمل معي 2.5 مليمتر كأخصى حد خلاص هما حيطلب منك الكيفل الكيفل اندكس ولا حيطلب سألك السؤال ثاني سألك النورمال سايز هو 2.5 مليمتر إلى 2.5 أكثر من كده أبنورمال طيب من الأسئلة المخادعة جدا وممكن تصهر معي في أي جزئية اللي هي الأبدومينال أورتا الأبدومينال أورتا وهنا خليك صاحي معي لأننا لاحظت السؤال ده موجود كثير جدا أبدومينال أورتا لسألة بتكون إنه أقل من 3 سانتمت متر تمام أقل من 3 سانتمت متر لكن هل هذه هي الإجابة الصحيحة 3 سانتمت متر مما يكون نازل ما هنا عندي الأورتا ascending arch transfers وبينزل معي descending وسوراسيك يصل السوراسي يبقى اسمه سوراسيك أورتا أول ما يتخطط ديفراموس يبقى اسمه أبدومينال أورتا يبقى اسمه أبدومينال أورتا يلا الأبدومينال أورتا في بداية يعمل معك 3 سانتمت متر لكن لو سألك إنه في منطقة البريفيكيشن الانقسام اللي بديك الاليك آرتري right common iliac artery left common iliac artery فهو يكون من 0.5 إلى 0.6 الأبدومينال أورتا كله ما ينزل لتحت بغل حجمه طيب أدينا سؤال مباشر لو سألك سؤال مباشر الصيز هو 3 سانتمت متر كونستن ثابت تمام أما لو قل لك في منطقة البريفيكيشن المنطقة اللي بيكون فيها نمسح الكلام عشان ما يزعجنا في الاليك آرتري في منطقة الاليك آرتري وقال لك أجلة من 3 سانتمت متر هي فعلا أجلة من 3 سانتمت متر لكن لو قال لك في الاليك و3 سانتمت متر هنا الإجابة خطأ في البداية أيها لكن قدر ما ينزل تحت بيكون من 0.6 إلى 0.5 الجزء من الجزء من الجزء من الجزء من الجزء موجودة معي في الليبر موجودة في الليبر أو منسميها بالبائل تحتوي على معنى انه اخذ تنقل ليا البايل. دائما السؤال بيجي عنا الوال ثيكنيس. ده هنا الوال ثيكنيس. مفروض كم يكون معي لازم يكون ثري مليمتر او اقل ثري سنتمتر او اقل من ثري سنتمتر. لايكوجينيك لاين. دايما التفقنا هنا دا البلادر. کیم قياسه ثري مليمتر او اقل ثري مليمتر. وهنا في سؤال مخادع. طيب ثري مليمتر متى? ثري مليمتر في حالة كانت البلادر في حالة كانت فو البلادر طيب لو البلادر كانت امتي كانت فاضية ما فيها يورين طبعا انا ما بنصع بقياسه انا حواليكم في الاسئلة الامام ما بنصع بقياسه وهي امتي تمام فارقة طيب انا انجبرت والسؤال جاني البلادر امتي مفروض كم يكون ثري مليمتر فايف مليمتر هو اصن معي الى فايف مليمتر كأخصى شيء تفقنا طيب جاني سؤال قال لي احسب الفوليوم في اليورين بلادر جاك سؤال احسب الفوليوم الفوليوم بحسبه في حالتين حالة بسميه بري وحالة بسميه بوست يعني قبل وبعد قبل وبعد بري فويد والبوس فويد تمام انا بحسب الطول والعرض في البلدر بحسب الطول زي ما بلاحظين هنا حاسب الطول هنا حاسب العرض وحاسب الاب ثيكنس بجيب الأحجام كلها مع بعض وبضروها في 0.523 بالديني الفوليوم في حالة البلدر تكون ممتلئة تمام بخبر المريض انه يمشي يفرغ البلدر ويجي راجع مرة ثانية بعمل نفس الغياسات والبلادر هنا ممتقس ليه الوالثيكنس تقيسه ليه وقت تكون فول بلادر طيب قلسته مرة ثانية قلسته مرة ثانية والبلادر امتي الحالة اللولة بسميه بري فويدين الحالة الثانية بسميه بوست فويدين طيب البوست فويدين مفروض بعد ما حصل حصل البعض ما حصل مفروض انه في الانسان الطبيعي مفروض يكون اقل من طيب رجل كبير في السن تصل معاك الى الى البيدياتريك يصل معي الى 30 مليلتر دي عبارة عن شنو يا دكتور دي مفروض او الباقي من اليورين مفروض ان الكيميا المفروض تكون باقية اقل من الارقام الموجودة امامكم حسب حالة المريض كان طفل مفروض تكون ثلاثين كان رجل كبير في السن مفروض تكون مية كان ادلت انسان طبيعي مفروض تكون معي حد خمسين مليلتر البروستات سايز هنا برضو زي ما اتفقنا برضو بواجه فيها بعض الاختلافات من ناحية البروستاتيك سايز تمام اذكر لي في النورمال انه ثري اوفر فايف الى الى تو سنت متر او بتختلف ما يا جماعة في بعضهم بيقوله من ثري فايف تو لكن احفظوا لي دا كنورمال معظم الاسئلة كانت موجودة معي انا بس عايزة هنا انبه على شيء معين ان البروستات هي هيموجينيس مفروض تكون هيموجينيس يعني باللاحظ الى ايكو تكشير الانسايد بتكون نفسها اتفقنا اللير عندي جي اي تي عندي الجي اي تي ركزوا معي في الصورة هنا والصورة هنا طيب الكلام اللي فوق لا لا ما حنحتاجه كثيرا ان شاء الله اللير الموجود عني في الجي اي تي جهاز مما بدأت من الاوصيفقص الاوصيفقص من الاعلى الى ما وصلت الريكتم الى تحت تمام الجي اي تي محاض بطبقات عدة طبقات الطبقة اللولة هي الميكوزا اسمها الميكوزا وهي هيبري كويك دي الطبقة اللولة الطبقة الثانية هي عبارة عن ميكوزا وعبارة عن مصص تمام فبسميها الماسكولاريس ميكوزا الماسكولاريس ميكوزا وهي هيبو كويك لاحظ معي اسود طيب رغم ثلاثة رغم ثلاثة بتصهر معي إيكوجينيك وهي الصب ميكوزا طيب رغم أربعة رغم أربعة دي مصلز بسميها مصلز بروبيريا وهي هايبوكويك مصلز بروبيريا طيب دي هايبوكويك رغم أربعة رغم خمسة هي إيكوجينيك فبسميها بالسيروزا الطبقة الخارجية والعمل عليه غلاف نسجيلها مع بعض في ورقة ونشوف الاسطايت اللي بعده الثايرويد 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 قدة الثايرويد في الأعلى قياسات الثايرويد من ناحية الطول اللينث والويتث والأي بي في الترانسفيرز قليك إنه طيب السؤال ما جاني بالسانت متر خلي جمعي واحدة صفر وبالمليمتر تفقنا يا دكتور بالمليمتر أو بالسانت متر الأنتريو بوستيرير من 2 إلى 3 مليمتر سانت متر ممكن أقول من 20 إلى 30 مليمتر إجابة صحيحة اللونجتودون من 4 إلى 6 سانت متر لا أنا جاتني كذا السؤال جاتني من 5 إلى 6 كانت الإجابة الوحيدة إذن هي صحيحة جاتك من 4 إلى 6 ومن 5 إلى 6 فالأربع إلى 6 سانت متر هي الصحيحة أو بتجيك من 40 إلى 60 مليمتر بالوحدة الثانية التستيكولر أتفقنا يا جماعة أتفقنا يا جماعة نورمال استراكشور نشوف أول نامه في استراكشور سوري نشوف النورمال استراكشور قبل ما نشوف تعالوا نمسك مع بعض البروب دج هذا البروب اللي بنشتغل فيه الموجهات فوق الصوتية دي أكتر الأجهزة الممكن تلاقيها شائعة وباقي الأجهزة وضعتها لكم داخل في الامسك يوز الأول اسم الفيس الراي فيس الراي وبعض الناس بشير له باسم سيكتر يتنقى لكم الفيس الراي يفي بعضهم بشير له باسم السيكتر اتفقنا يا دكتور بعضهم بشير له باسم السيكتر الميجاهرتس قوة بتصل معي من 1 إلى 5 ميجاهرتس الدبث العمق اللي بتخطيه 35 سنتمتر صراحة البرومتريك بحب الأرقام حسب تجربتي وخوضي للامتحان بحب الأرقام جدا أنا باستخدمه عشان أشوف الهارت وشوف اللنغز والبلورر في الأبدومين بدينا الظهور جميل جدا أشهر واحد اسمه وهو من 2 إلى 5 ميجاهرتس طيب في بعض الخيارات جاءتني 2.5 إلى 5 ثاني ما جاءتني غيره إذن هي إجابة صحيحة باستخدمه بشكل عام في الأبدومين دي كل الأورغن الموجودة في الأبدومين هو جول بلادر كيدني ليبر البلادر اليوترس الأورغن الموجودة طيب أنا ممكن استخدم السكتر في الأورغن أيها في بعض الإجزاميليشن باستخدم السكتر في الأبدومين الأورغن الموجودة مخاصة لو عايز تشوف طيب الجهاز الثاني الديبثة الممكن نصل لك هو طيب ده برضو من الأجهزة المشهورة عندنا تمام؟ كلمة كلمة دي بي تي صحيح؟ ضحيف معناه باستخدمه دائما في السوبرفيشل ما بيقدر يعمل لي اختراغ للداخل باستخدمه مع السوبرفيشل الارتري الفين الاسكين الايماسكي الماسكيسكيليتل التستيكيلر الاي البريست دي كل عبارة عن موجودة معي أوتسايد فممكن استخدم معها اللينيار بروب طيب تعالوا نمسك الكيدني مع بعض ده الاستراكشر عند الكيدني تمام؟ كلنا نصلي على النبي يا جماعة وتعالوا نمسك الكيدني نمسك خطوة خطوة أول طبقة خارجية فيها سميناه بالكورتكس بعدها هيبوكويك سوري الطبقة الخارجية اللي هي الكابسول الكابسول في الخارج هي الإيكوجينيك اسمه الكابسول فالكابسول بيصهر معي إيكوجينيك الكابسول الخط الأبيض هنا اسمه الكابسول بيغطيها غشاء بيغطيها الكابسول وايكوجينيك بعض طوالب يجيني الكورتكس الكورتكس هو هيبوكويك ركز معي في المعلومة الحبية أقوله الكورتكس دائما نستخدمه عشان نعمل مغارنة بينه وبين الليفر لازم الليفر تكون الايكوجينيك أعلى من الكورتكس بعدها تجيني البايراميدلز البايراميدلز أو الميدالة عبارة عن غرف لونها بلاك الغرف اللونها بلاك موصولة معي بأنابيب الأنبوب الأول اللي بيطلع عليه منا بسميه مينار كالاسس بيتصل مع الأنبوب الرئيسي بسميه ماجر كالاسس مع بعض كلهم بيتصلوا وبيدوني منطقة يصبوا فيها مع بعض اليورين بسميها الكولكتين سيستم والكولكتين سيستم كلها بيصب بلاي في تيوب واحد بسميه الرينال أو البيلفك المنطقة ملاحظ لها إنها هايبريكويك واضح إنها هي هايبريكويك هايبريكويك لأن المنطقة تحتوي على فات لاحظ ما كاتب لك هنا فبتحتوي على فات سجل الكلام بورقة وقلم وانتهي هنا طيب عندي الليفر أنا هنا ما حبي أقحمكم فيها جدا جدا الليفر تمام عشان ما ندخل في تفاصيل الليفر بتتقسم معي إلى تتقسم معي إلى تمانية أجزاء أنا طريبا يعني معظم الأخصائيين أو الاختصاصين غد يتناسق موضوع الليفر أو تقسمات الليفر أو الناس كلها في الموجات بتشر ليك إن هنا عندي ليفت لوب هنا عندي رايت لوب خلاص وبين هي المناقشة لكن الليفر أو السيجمنتل بتختلف معي بتتقسم انقسامات عدة أنا عايزك تعرف لي إنه ممكن نقسم ليه الليفر للايت لوب كتراديشنال الفلاسي فورم لجمين يمكن نقسم ليه لرايت وليفت لوب أما حاليا نحن نستخدم في الانقسام فين اسمه البورتل فين وفين ثاني بسميه بالهيباتيك فين الهيباتيك فين حاضر طيب أمسك ليه الأجزاء ونحن عايزين نقسم مع بعض الهيباتيك لاحظ معي في الاسم هنا مكتوب الميت هيباتيك فين الميت هيباتيك فين لو جاك سؤال أحفظ الجملة كويس الميت هيباتيك فين هو اللي بيقسم ليه الليفر إلى الرايت لوب وإلى الليفت لوب لاحظ معي جاي قاسمة كده قسمه وانتهينا ده هنا نسمىه الليفت لوب وده هنا نسمىه الرايت لوب طيب ممتاز قسم ليه إلى الليفت لوب وإلى رايت لوب طيب عندي ثاني فين أنا شايفه طالع من الهيباتيك اسمه اسمه بالليفت هيباتيك فين بيقسم ليه الليفر إلى اللاترال وإلى الليفر تتو لاترال لاترال عن ميديا لوب لاترال لوب عن ميديا لوب جزء خارج جزء داخلي طيب شايف البورتل دخل وقسم الليفر من أي منطقة؟ من منطقة الرايد قسمه إلى سوبرير وإلى انفيرير دي الانقسامات ألحبك تركز لي فيها عيد الفيديو كم مرة وكده خلاص هما هيعقد لك الموضوع أكثر من كده مستحيل يعقده أكثر من كده بس تحفظ لي الانقسامات الرئيسية وما تشغل مخلق كثير البورتالفين البورتالفين بيجيب بلط غير مؤكسد من الجي اي تي بشكل كامل تفقنا بيجيب لي من الجي اي تي وبيجي ودي لي للليفر لماذا طيب بيودي الليفر ليش بالضبط كده بيودي لي للليفر عشان تتم التخلص من السموم فطيب البورتالفين بتكون لي من وين بالضبط البورتالفين بتكون بـ 2 main vein فين أساسيات واحد الـ S F الـ S V سوري الاسبلينيك فين معناه جايني من الاسبلين الثاني اسمه الـ S M V سوريير ميزانتيريك فين طيب فيه فين ثاني هنا مشارك في القصة اي فين الـ S M V انفيريام ميزانتيريك فين بتحدليه مع الاسبلينيك فين اما الاساسيين في التكوين الاسبلينيك فين والسوريام ميزانتيريك فين بالدينة المين بورتالفين بورتالفين اتفقنا وبدخل داخل الى الليفر بيحمل الـ نوتريشان وبيحمل الـ الفاتي ليفر جاني سؤال في الامتحان كتب ليه فيه الفاتي ليفر و بعض الناس بيقولوا فور غريت وكذا انا بديكن القومن في الامتحان غريت وان غريت تو غريت ثري انا بسميها فاتي ليفر على اي اساس معناه كمية الفات بيقيت موجودة في الداخل وانا وريتكن الفات بيصار معي في الليفر هنا ايكوجينك صح؟ فبيغير معي الظهور اي ظهور بيقوم بيختفي معي مين بيختفي؟ اول من يختفي الفين اول من يبيع القضية معايا الفين وبتأثر معايا اتفقنا? في الحال اثانية بيتأيسر معايا البورتل في الحالة الثالثة غريت ثري بتأثر معايا الـ support طيب نشوف كريد وان كريد وان اسمه. الايكوجينيسيدي افت ذا ليبر بيحصل لائي الانكريز بتزاد معي دفقنا. اذا بحصل معي الايكوجينيسيتي. البري بورتل دا دا انا الايكوجينيك. البري بورتل معناه كيف يعني برانشيس. ايوة البرانشيس بتحصل معي من البورتل بتبدأ تختفي معي او ما بتكون واضحة معي. فقط بيكون بيصهر معي المين بورتل. بعرفوا كيف انه ظهر. ملاحظة الول هنا. باين معي ايكوجينيك صح? الول بتاع البورتل هنا باين معي ايكوجينيك. لكن في جريد تو جريد نمبر تو بلاحظ ان الايكوجينيسيتي بتكون عالية جدا لدرجة ان حتى الول بتاع البورتل ما بيكون واضح. تمام? ما بيكون معي واضح. اذا بيقولوا على تمام? اذا ما بيصهر معي كأنه بدأ يختفي او بدأ يتجانس مع الايكوجينيسيتي. طيب دي اخر مرحلة حتى البورتل هنا بيختفي معي. تمام? او البري بورتل والايكوجينيك. لكن التأثير اكتر بيكون بيكون على الدايفرام. انه معظم اجزاء الدايفرام ما بتكون واضحة رغم هو ايكوجينيك. لكن بتلاحظ ان الليفر دخل معه في مسابقة. بحيث ان الظهور في الليفر يكون اعلى من الظهور الموجود في اكبر اكتر اجزاء الدايفرام. طيب نكمل. لاهظوا معي في النورمال زي ما وضحت معاكم هنا جماعة. نورمال جريد وان و نورمال و جريد وان. بريتنس. جريد تو انا تو البرائت و جريد ثري اه تو تو تا بريت اي كانت سي اله تا بهاين انا ما قدر اشوف تا بهاين اوف تا اليور. انا عندي انا جاني في سؤال في الامتحان يعني فقط جاتني الثيرويد ومكتب لي هنا نمبر 1 ومكتب لي هنا نمبر 2 يمينك يسار المريض يسارك يمين المريض هنا el right loop of the thyroid هنا the left loop of the thyroid يوصل بين أنتهم الاثنين جسر بساميوه بل إثمس عندي هنا التراكية تحت التراكية على يدك اليسار هنا الأصوفيكس عشان الناس بعدما تقول لي ده ماس ده الأصوفيكس اتفقنا اقرب مصل للثيرويد تمام هي الستريبس مصص اكبر مصص هنا عندي الستيرنوكلايدومستويت مصص عندي هنا الكاروتيت بيجي متصل طوالي مع الريتلوب والليفتلوب وبالثيرويد بعضهم هنا بيجي فين شكله أوفيل بسميه بالجاكولار الجاكولار فين اللونغس كولاي مصص بتصهر برضو معي اللونغس كولاي مصص بالقرب من الأوسافيغاس البرست تيشو تمام اديكم النورمال و اديكم الابنورمال الظهور و اديكم الغياسات الحقيقية عشان تكون اطلعتوا على اكبر معلومات من الموجات الصوتية اتفقنا اذا عندي البرست في الانوتومي عندي هنا النيبل تمام وعندي الماجر الماجر ضكت ركز معي كتب لك كلمة ماجر ضكت تمام وعندي السمول ضكت معنا في ضكت لسه بتكون شائلة معي الملك عندي مصص بتقسم لي اللوبس واللوبورس تمام بسميه بالكوبر الليجمن وعندي وولس في الخارج هنا او في نهاية البرست للداخل بسميه باللاتجست وول لا اسمه في الخارج وفي الداخل وعندي هنا الريبس اتفقنا وعندي هنا اللوبس اللوبس معناه اللي بكون حاملي حاجة يسمى اللوبيوس المنطقة بصنع فيه الملك اتفقنا هنا في الالتراساون بتجي فوق بعض لكن في الالتراساون بقسمه كيف بتقسمه نعم انا بقسمه الجزء الاول بسميه بريمامومري كله هنا ده مع بعض اسمه بريمامومري وهنا يا سميته برانكيمة يا سميته المامومري تمام يا البرانكيمة اسم صحيح يا سميته المامومري طيب تحت هنا دي المنطقة كله بسمية تحت هنا دي المنطقة البسمية الريترو مامومري اخصى حاجة في في الاسفل منطقة البكتوراليس مصص نشوف صور انوتومي الحين الصور حد جيكم باذن الله النيبل النيبل بتصهر معي هيبركويك النيبل بتصهر معي هيبركويك احتمال يجيك سؤال هل النيبل بتعمل معي بستيريا كستك شدوي نعم لانه بتحتوي على فبتعمل معي بستيريا كستك شدوينك بستيريا كستك شدوينك معناه بيصهر معي ظل لونه اسود جمع النيبل اما لو ضغطت عليه فبتصهر معك هيبركويك الاسكين جاني السؤال الاسكين في الالتراساون بيعمل معك اه ثري مليمتر تمام طيب منطقة البرانكيمة اللي تكلمت عنها من شوية هي هي بريكويك وبتختلف على حسب يا جماعة تمام على حسب الهيج لو قل لك البيشن اه مرة كبيرة في العمر ممكن تقول له ان هي هي بريكوي طيب لو قل لك هي وسكت على هذه المعلومة هي بريكوي طيب لو ذكر لك ان هي بنت صغيرة اذا هي التفقيل على الجملة هذي طيب تمام طيب الصابكويتينيس صابكويتينيس ادعمل معك انك بيتعمل مع اي صابكويتينيس في الجسم تمام هي بريكوي طيب الريترومامومري اخر منطقة تحت بعد البرانكيمة هي هي بريكوي طيب تعالوا نستلم الطبقات مع بعض زي ما درسنا حاليا اذا هنا منطقة السابكية هي بريكوي طيب دي هنا الريترومامومري هي بريكوي دي هنا منطقة بتاعت البكتوراليس البكتوراليس مصص تمام او اللي بقول عليها البافولوجي وهنا بزهر لكم صور اه من الصور برضو الشايعة الممكن تصهر معكم في الامتحان دي هنا يعدكاتها اسئلة مباشرة سؤال مباشر بس بتجيك الصورة شخص الصورة الاولى طيب الورغان الظاهر معنا في الامام اذا ركز دائما يا جماعة انا دائما بنصح ان الناس تحاول تعاين في الصورة يعني من كل الجهات عاين في الارغامة الموجودة معك هنا عاين في الطولة تعددف ركز في اي حاجة موجودة في الصورة ما تركز فقط على السهم المؤشر معك او على الاورغان لا حتى الشاشة بشكل كامل الشاشة كلها ركز معاه لان في بعض الاجابات بتجدها موجودة في الارغام هنا في بعض الاجابات تصهر معك في الارغام تمام طيب هنا ظاهر معي البافولوجي ظاهر معي في الصورة باين علي انه هاي بركوك ليس اميته هاي بركوك لان اللي كونجينيس دي اعلى من الكيدني طيب ممتاز ظاهر معي ظل هنا لونه أسود صحيح الظل باين عليه أنه على امتداد على امتداد الباثولوجي على امتداد الباثولوجي الأورغن الموجود معي هنا ده الكيدني إذن الباثولوجي عبارة عن ده اسمه ستون كيدني ستون طيب يا دكتور معليش ما في خيار اسمه كيدني ستون طيب بتجيلك مصطلح تاني بيكتب عليه اليورو اليورو لايثيزيس يورو لايثيزيس برضو معناه الستون تمام في اليوري سيستي مشكل عام طيب نظاهر سؤال ثاني والله هو ظهرت معي في إيكوجيني بسيط هنا إيكوجيني وعندي بوستيريرا كاستيك شدوين دي الصورة اللي ظهرت معي في الامتحان لكن أنا ما شايفه الإيكوجيني حقك сказала الستون واضحة شايف البوستيريرا كاستيك شدوين شايف الظل أيوان شايف الظل الصورة ثانية جاب لي فيها دبلر ولكن ظهر معي شكلة كده مختلف الشكل المختلف ده الأليزين ده الأليزين تمام الاليزنج معناه اختلاف دوبلر يعني ليس يصهر معك بيوان كلر طيب انا الانا الى اذا استخدمت الكلر دوبلر مع كيدني وظهر معاي بالشكل بتاع الاليزنج دي هنا مصطلح بسميه بالتوينكل ارتفاك توينكل ارتفاك توينكل ارتفاك معناه كيدنيستون ما في كيدنيستون في يورلايثيزز اس إذن للإجابة من الأسئلة الممكن تجي وتخدعني في الامتحان يجيني السؤال الباشن والله هو فول بلدر لا حظ هو فول بلدر نعم وظهرت معايا الصورة دي هنا ما ذكر لي بارثولوجي أنتبه في الأسئلة المباشرة إذا تحدث ما جاب ليس سؤال مباشر شخص الصورة في الأمام إذا فقط قال ليس شخص أنا حشخص وبصهر إجابتي صحيحة لكن لو قلينا الباشن فول بلدر فول بلدر وأن كونفورتبول كان في حالة غير مستريح وظهرت معاي الهايدرنفروزيس ظهر معاي الشكل بتاع الهايدرنفروزيس تمام هيدرنفروزيس معناه عندي ستيل يورين موجود معاي في الكيدني معاي يورين موجود في الكيدني في يورين ظاهر معاي في الكيدني تمام طيب عنده تصنيف هي ثلاثة تصنيفات يا مايل يا مودريت يا سيفير على فكرة ممكن يكون مودريت نورمال لو ما كان في باثولوجي في حالة تقلي إنه فول بلدر ما قريد يا جماعة فول بلدر اليورين يمشي وين يعني هيكون موجود في الكيدني طيب ما لدينا علاقة نحن حابين أتكلم عننا كباثولوجي عشان بس أنا عايز أوريكم الفريق كباثولوجي المايلد بيكون في البيلفك البيلفك تيزيس بيكون فين بيكون قاعد معاي في البيلفك هنا في منطقة البيلفك تمام أو المنطقة بتاعت البيلفك البيلفك طيب المودريت المودريت بيصهر معاك بحالتين في حالة ممكن يصل معاك إلى المجر كالسيس بتبدأ يفتح أذرع بسيطة هنا تمام يسمى المجر كالسيس تمام وفي بعض الأحيان بيطلع معاي من المجر وبيصل معاي إلى الانبيب الصغيرة الموجودة معي هنا بسمية تمام أو المجر كالسيس أو المجر كالسيس Thor طيب السيفير السيفير حالته واحدة جدا قل لك cortical thinner معنى بيصل معي الى الكورتكس في الاعلى ويضغط الكورتكس حتى يخليه thin يخليه ضعيف دي الحالات الثلاثة طيب انا عندي اورغان هنا برضو السؤال مباشر هنا دي الليفر والاورغان هنا ده القول بلادر يا دكتور طيب هنا ايكوجينيك ايكوجينيك ليه لانه اعلى من الموجود فيه او داخل اذا هو ايكوجينيك ظاهر معاي ظل لونه اسود اذا هو شخص لي دي هنا call bladder stone طيب ما موجود معاي مصطلح goal bladder stone ما موجود استخدم المصطلح البديل هنا عكس في الكتنين لا دي نسموه кол師 كل師 هيدا معناه اختصار قول bladder موجود معاي في القول bladder نلاحظ الى هنا الغول بلدر ظهر معي الستون في عدة مناطق يعني بس حاب اوصل لكم معلومة وان شاء الله معي يكون بهذا التحقيد لو كان الستون في جهة النك وكتب لك في السؤال فوق انه جابه فقط بوان بوزيشن بس كتب لك وان بوزيشن وشفنا لينا بوستوري راكوستيك شروين بتجي خيارات هل هي الگولستون هل هي بس اذكر ما تنسى كلامي ذكر لك وان بوزيشن اتفقنا اما لو جاب ليس سؤال مباشر والله هو فوميتينج وهو عنده راية الراية ابر كوادريت بين وبتألم وظهرت معي جندست خلاص ستون كل بلدر السون لكن ممكن يخدعنا غليلا كده بقول لنا يعني الموجود في الداخل فقط عملنا بوان فيو وظهر معه رفلكت لا 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 هنا يبقى السؤال خلاص لا هنا ده معناه مستون النك دايما بعض الاحيان النك ممكن يعمل معي بسوري وفقا للفلاسف فهم لقيمت داي مرة ليه من عنده تمام اذا ماذا اما لو جاب ليس سؤال مباشر زي شخص هنا هنا واضح انها ستون داي هنا النك بعيدة من النك وانه يكون جينك وعمل معي بسوري طيب هنا ظاهرة معي طيب ممتاز وان الستون والله تغريبا شايف ليه بسوري ركسك شدوي هنا ممتاز انك شدوي لكن اكتر شي هنا غلاب وين طيب ممكن اكتب لك ستون واذا انا شايف هنا هيموجينيوس وهنا ان ايكويك وانحنا اصلا معتعدين نشوف القول بلادر ان ايكويك لكن ظاهرة معانا في البداية هنا هيموجينيوس هيموجينيوس فهذه ترمزلي الى الرمزت فانه بترمزلي الى الاسلج الاسلج معناه الكمية بتاعة الباي الموجودة في الداخل متراكمة فعملت معي هيبو كويك على البعض فرق بسميه الاسلج طيب الجي اي تي طبعا هو بالنسبة لان احنا في الموجات ان اتعمل مع الجي اي تي لكن اول ما تصهر معاكم الديلاتي التيوب شايفين التيوب العامل ويصهر لك في الهيستوري ان البايشن بيعاني من ابدو من الابستركشن وبدأ تصهر معاك الانتير الميكوزا او السيليا ويصهر معاك التيوب الانيكويك من الداخل فدي احنا بنسميها تشخيص الثاني نمشي لجزئية الامسي كيوز طبعا الامسي كيوز زي ما وردتكن يا جماعة الصور اللي هتكون موجودة في الامسي كيوز ملع علاقة بالصور اللي هتكون موجودة في الامتحان لان الامتحان بيجيك سؤال مباشر يعني نادر ما يوضع عليك معه صورة انا جبت لكم الصورة فقط للتوضيح السؤال الاول هنا طبعا انا اطرحت على الاسئلة وصححت الاسئلة وفقا للمراجع والطرغة المحتمدة اتفقنا انا عايز لي الجهاز يسهل علي الموضوع يقدر اكتشف لي باسرع وقت ويشخص اللي جابة هي الالتراسان نوع البيلجيك في الالتراسان هو شنو هو الترانزين طوالي دي هناك ونسا دي ثوابت يا جمعان ما جايب حاجة من عندي تمام طيب قال لك ابيشان جان ابيشان لاحظوا الصورة هنا جانا with the dilated in the hepatic duct طيب تمام كميل السؤال الgoal bladder and the common bile duct on to the ultrasound which of the following the most likely level of the obstruction اذا قال لنا عني انه dilated في الgoal bladder الgoal bladder عامله معاي dilated sorry دي هنا البيل dilated والgoal bladder عامله معاي dilated سألك اكتر منطقة اكتر منطقة ممكن انا لقاء او level مستوى انه يحصل لي فيه obstruction في goal bladder اي مستوى لو سألتكم انتو كاختصاصين للاشعة اكيد الاجابة حتكون معاكم سواء اخدتوها في ct اذا عمقتو فيه او في الامراي في الالتراساوند الستي الامراي بشكل كامل للسؤال ده هي distal bile duct ال distal bile duct هي تعتبر من اكتر المناطق الممكن يحصل لي فيه level most يحصل لي فيه obstruction سؤال رغم ربعة طيب انا ارسلت موجات صوتية تمام او signal ارسلت signal ضربت ليه في الورغن بتجي راجعة الرجوع مع نوع reflected جاءت راجعة بترجع باي صيغة انا برسلت signal ترجع معي كصدى الصدى اسمه echo اذا انا برسلت ك signal وبترجع معي على طول بالصدى اذا بسميها echo echo احنا نسلم الموجات بنتعمل بال echo بنرسلت signal وبتظروا في الورغن كأنك انت جالس داخل كاف وجالس بتتكلم باعلى صوت وصوتك يتردد عليك نفس صغة الموجات الصوتية سؤال خمسة الراجعي رجيس اتا decide to the provide improve sorry improve the brightness for to the peter quality scan السورة دي كمان انا جبتها لكم طيب تمام جاني السؤال هنا تمام انا عايز اتحكم او اتحكم بالدبث بالعمق تمام ال specific depth كيف ممكن اتحكم بالدبث في الموجات الصوتية عايز تصل لاعلى دبث دايما حاول قلل الفريقونسي قلل الفريقونسي من تحت ومن فوق قلل الفريقونسي ومن تحت زيد الفريقونسي بتقليله من فوق عشان تسمح للموجات انها تعمل اختراق تمام بتقليله من فوق بتزيده بتزيده من تحت عشان توصي الموجات في حدود معينة انها ما ممكن يعني تعمل اختراق للجسم وحتى تطلع للخارج لا انا عايز اتمشي تجري راجع مرة ثانية الحاجة اللي بيساعدني اني اتحكم بها اسمه شنو اسمه اه رياض جسن بيت تايم جين كومبانسيتر انا دا شريح انا قلته لك لكن هو قاصد اي اي حاجة في الموجات او نوبولوجي موجودش في الموجات بيساعدني في التحكم بسميه بالتايم جين كومبانسيتر دي الشاشة الحالي قدامكم هنا اللونه ابيض الازرار تمام اذا بنقص الفريكونسي من الاعلى عشان اسمع بالبنتراتيشن وزيده من الاسفل عشان حد البنتراتيشن اوصله لمرحلة معينة الترانسفاجينا الترانسفاجينا معروف نوع من انواع البروبات استخدم عن طريق الفاجينا او المهبل الترانسفاجينا سونغرفر اسكان اذا كنتر ايندكات طيب تمام معناه معناه موانع فحص معناه انا ممنوع اعمل فحص طيب جاني مريض وطلع عنده ماس بناين ماليقنات ماس موجود معي موجود معي في اليوترس طيب هو موجود في اليوترس الحل الحل الوحيد هو الترانسفاجينا طيب الفيميل كان عنده ماس ممكن استخدم الترانسفاجينا ايوه استخدم الترانسفاجينا عنده ماس طيب عنده تقدم في المشيمة أستخدم الترانسفاجينا نعم طيب عند إكتوبك بريقنسي حمل خارج الرحم أستخدم الترانسفاجينا نعم طيب طيب هي كانت مرأة غير متزوجة هنا مع ليش ما تستخدم الترانسفاجينا غير متزوجة ما تستخدم الترانسفاجينا لأنه بيعمل معي بالنسبة له لأنه بيحطم غشاء البكار فما بيسمحك بيستخدامه إذن لو كانت فيرجن هي من موانع الفحص طيب أدي لي موانع فحص ثاني زيادة معلومات طيب الفاجينا استينوزيس استينوزيس معناه تضييق لو كانت ضييغ أنا ما ممكن أستخدمه طيب الفاجينايتس الفاجينايتس معناه عنديه التهاب في المهبل أو تضييق في المهبل لتناه التهاب والتضييق والفاجينا دي ثلاثة حالات التمام أسمح لك فيها إن تستخدم الترانسفاجينا طيب ذاكر معي السؤال ملاحظين الليفر يا جماعة عندها مني بوزيشن عندي فيها مني بوزيشن سوبين الارم بسايد ذا البودي أو سوبين الارم الارم أبوف ذا الهيد and with the deep breathing كلها يا جماعة معظم الإجابات هنا حتى اللاترر ريكمبون ارم أو فيه إجابات صحيحة هنا اللاترر دي كيوبيتوس أو اللي تسهل معي اللاتر ريكمبون كلها إجابات صحيحة لكن ابقى السؤال ما هو البوزيشن الشايع عندنا أنا حاليا هنا سألتك عن الليفر والبوزيشن الشايع الشايع عندنا البشن بيقوم معي سوبين الارم تقوم أبوف للهيد with the deep breathing شين نفس كبير عشان أقدر أشوف الليفر أنا حاليا عايز أحدد الجنس بتاع الجنين أي الأسابيع ممكن تكون معي كويسة هي من الـ 18 إلى الـ 20 من الأسبوع الـ 18 إلى الأسبوع العشرين دي أسابيع منازمة جدا إننا نعرف فيها جنس المولود أو الجنين which of the following resonance for to the why should be the coupling to the agent should be the gel to be applied between to the patient skin and scanning probe before to the starting on ultrasound exam أنا اللي هي جماعة بستخدم الجل ما بين الـ transducer تمام الـ probe بتاعي والـ skin off to the patient أنا اللي هي بستخدم الجل أو مادة الجل أو المادة الموصلة بنستخدمها جماعة عشان نعمل رموف عشان ما يكون عندي هوا رموف to the air between الـ probe and ڤيشن سكين سبب كافي جدا جدا وشوف the following into the normal من ظهور الاسبلين الاسبلين يا جماعة كمان أنسكت كلها متناسقة نعمل دائرة هنا ودائرة هنا ودائرة في الجزء الثالث ما تركزوا معي في النقاط السوداء لنا طيب هل هي متناسقة ثلاثة دوائر في المناطق المختلفة نعم متناسقة إذن إبقى اسمه الاسبلين يا جماعة اوى سميه طيب نورمال لبرأنا عايز أعمل مقارنة ما بين الاسبلين وبين اللبر اللبر تعتبر هي ليس إيكوجينيك من الاسبلين ليس إيكوجينيك من الاسبلين طيب أنا حاليا عايز أشوفها اليوريني بلدر أو المثانة أستخدم مع أي بروب تستخدم مع الكلبينيار أفضل بروب لتقييم البلدر هو الكلبينيار بيصل معي. طيب عين السؤال هنا. كتب معي من ثري إلى فايف ميجا هيرتز. بتذكروا من بداية الشرح. وريتكن يا جماعة. قلت لكم. بيعمل معكم من تو إلى فايف ميجا هيرتز. وفي ووق. طيب لو جاءتني في الخيارات اثنين لخمسة هي صحيحة. ثلاثة لخمسة هي صحيحة. طيب فوق كتب لك من خمسة لعشرة. لا عشرة كثيرة جدا. كالفينير ما بيصل. طيب من واحد إلى خمسة. لا لا. لا. ليه لا. هنا مكتوب معي فيس الراي. الثانية فيس الراي. بس صدمة كالفينير. طيب جاءتني ثلاثة إلى خمسة أو اثنين إلى خمسة ميجا هيرتز. قلت لك كالفينير ثلاثة إلى خمسة. اثنين إلى خمسة. اختار معي اثنين إلى خمسة. وحدة الانتنسيتي يا جماعة. الشدة. الشدة تضغاز بالوات في سنتمتر اوبر ثري. حبيت اوضع لكم كمان الجدول هنا حول اعمل سكرينشوت. دي هنا كل الوحدات مثال على الانيرجي والوور. من جيسة بنسبة بين وحدته هي الجول والباور وحدته الواتس وهكذا. اعملوا له سكرينشوت. وخلوا عندكم زيادة معلومات بتنفحكم في الفيزيكس. واشوف دا فالوين اورغان اتو بيس فيزولايزيزيشن بايتو دا التراساون. واضحة جدا. عندي البون وعندي الاسكل. يعني معنا السؤال دا ان القدامي دي اورغان انا افضل حاجة اشوفه بالالتراساون. هل هو البون حق الاسكل؟ لا البون بشوفه بالالكسرية والسيتي. طيب هل هي اللنغ؟ اللنغ طبعا ما بحبس شو رؤيتها بالالتراساون لان دائم بيصار فيها اير. فبحبس بالالكسرية والسيتي كمان جميلة. طيب هل هو الربس؟ الربس في النهاية بوان اكسرية والسيتي. طيب هل هي الليبر والسيتي؟ نعم. حرارة الغرفة لغرفة المجول الصوتية هي من 20 إلى 25 سيتي. طيب انا ليه بكلم المريض قبل ما اجي اعمل له فحص بتاع الجول بلادر في الليفر جول بلادر بخبر المريض انه يجي نصاهم. يعني التعال الصاهم ليه من 8 إلى 12 ساعة. لان اول حاجة الجول بلادر هنا بتكون بتكون منتفخة في نفس الوقت بقدر اجيز الوال بتاعها بالدينيه اجلة من 3 مليمتر في نفس الوقت ممكن اشوف تصعر معي واضحة جدا. ده السبب اللي بغلان نجبر المريض انه يصوم. امسك ليه في كلمة ساسبكت وانتهينا. البيشان شاكين انه عنده ده الكبد الوبائي. واشوف شاكي ساسبكت. انت لسه ما متأكد. لو متأكد كان قلت علي هيبطايتس. كان ما شكت معك بي اغضر تستخدم معك غانون ثاني. لكن انت حاليا ساسبكت شاكي صح ايو انا ساسبكت اذا نورمال. واشوف تورسلي هى الكريستال بتكون دايما. كراكس دائماных ستم معه كراكس. اذا ثاني مين المسؤول ان yo呦د؟ النبضات او الرمان Saul وتشميل gideيه كرسيد او هذا الكريستال من الجان Jahre Wave Beanέλه بنارها كله في الكريستان و اللو فري ستمpen في الكريستان . اذا من المسؤول ان يحدد ليه النبضات او الجانسي بERO هي الكريستال ليه كريستالi. الكريستال ليه اليوم ان تلقود for to the image and superficial structure and organ organ superficial. انا استخدم معاو اي بروب. هل هو الانترا كافيتاري. انا كلمتكم في البداية عشان كده جبتوكم في البداية كم بروبات مع بعض وذكرتها لكم. قلت لكم اقوى واحدين عندي عندي الانترا كافيتاري. وردكم ان الانترا كافيتاري. وردكم ان الانترا كافيتاري. وردكم ان الانترا كافيتاري. او من 5 الى 7.5 ميجاهيرتس. اذا اللي جاب الانترا كافيتاري. وضحت لكم الصورة هنا دي بشكل الانترا كافيتاري. طيب عندي هنا الويف وضحت لكم كمان في الصورة هنا. طلع معي في البداية هنا اسمه الانسيدنت 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 ويف تمام. طبعا جبت لكم هنا اكسري فانا عاسف اقرب توضيح بس انا عايز اوصل لكم الفكرة. هنا عندي البيم. البيم اول ما يصدم بل الوسط. ويقوم انعكس معي. هنا معناه ان حصل معي جنو؟ ريفراكشن. صح? انعكس او انقسم. معناه حصل معي هنا جنو؟ ريفراكشن. الانكسار هو الذي يغير لي الاتجاه. اذا دي اجابة السؤال. الظاهرة اللي بتسبب لي ان الصوت بعد ما ايجي مرة من خلال التشوز انه بغير لي في الانكسار. اذا البيم. انا عايز اشوف الهيمي دا افرام. عندك الراية انا عندي راية هيمي دا افرام. وعندي هيمي دا افرام. لكن يا ربي وين المكان الافضل عشان انا نحدد فيه الهيمي دا افرام. احفظ اليك سؤال مبدئيا. تمام? ولا نتقابل ان شاء الله في الماستر. احفظ اليك السؤال هو الاسبيلين. تمام? كسؤال هو الاسبيلين. الاسبيلين يعتبر افضل ويندو بالنسبة ليه اني اقدر يشوف الهيمي دا افرام. وش اوف ذا فالاوينج اون انتو ذا التراساون اميج اا بروديوس ايكو فري. ايكو فري معناه ان ركزوا معي يا جماعة. هنا عندي القول بلادر. وهنا عندي السيست. اللي اتنين في سيمبول سيست. اللي اتنين في هم في لويد. سراس في الويد. تمام؟ طيب تمام. الو أا ايكوجينيك تصهر معي معناه هو الو praygram صح معناه في في عضو موجود هنا سميكية. بيصهر معي ايكوجينيك زي الو هنا. طيب الليه داخل الابت applicer معي هناكوي لانا قصة بعد ما تصيل فبتخترق فبتمشي ما تجي راجعة مره تانية. فبتكون ما بتجيني مره تانية. البي mang lo business زي هنا. البي مال بيتمشي ما بتجي راجعة مره تانية. ما بتجي الرفلكت او مرتجي راجعة. اذا بتكون تمام? معناه بيكون شنو? ودائما اددك مثال بين غوثين هو اصهر معايا في الفلويد. عندنا مريض شخصناه بديستل يوريني ترات او بستركشن. عند تضييق. اذا اول حاجة ممكن تحصل ليه في الكدني. مثالا تعالوا نرسومه مع بعض. ولا نكمل المثال. هنا عندي الكدني. وهنا عندي في التحت. المنطقة هنا في التحت حصل معي. فيه انسداد. حصل معي انسداد. معناه كأنك انت بيكلامك بتشرح لنا ان كيف ممكن يصل. المنطقة هنا منسدى. تمام? طيب الكون دي بتسميش نو الضغط. الظاهرة دي. ظهرت معك البعض هنا. مودريد. مودريد او تسميه هايدرينفروزيز. دي حالة الهايدرينفروزيز هي احتقان اليورين في الكدني. فبسميه بل هايدرينفروزيز. اي جزء او اي برض هي اللي بتصني عليا وانا بترسل وتستقبل للالتراساوند. تمام? ترسل وتستقبل الليل على مواجه الصوتية وترسل للسيجنل. هي الجزء الامامي اللي هي اللي هي اللي بيصني عليا موجات فق الصوتية. واشوف طيب اه ادينا السبب نحنا عشان نعمل فيه ولا البرست التراساوند. لانا بتستخدم دايما البرست التراساوند او استخدم البروب او الالتراساوند بشكل عام لتغييم البرست. نشوف الخيارات دي خيارات متشابهة على فكرة. خيارات مخاطعة جدا. هنا معناه انا عايز بس انا بستخدمه عشان نشيل عينة فقط. اه ممكن ات ممكن تقولينا البرست سيست? ايوة البرست نعم. في النهاية ماس لكن انت كتبت ليه عشان نشيل عينة فقط? اذا اجابت خاطئة. نشوف سي. انا بستخدمه بس عشان نشوف الاسكرين. لا لا انت برضو انت هنا نقص طليا. يعني شنو قللت من دور الموجات. طيب. فقط بستخدم عشان اشوف المضخات او الضكت اثناء الرضاعة. لا كمان خطأ. طيب نشوف سي. ده هنا ممتاز جدا. ده هنا حفلي. ده هنا معناه شالي والمايكرو كالسيفيكيشن والا للدكتور كلين جمعين في مصطلع واحد. كاركتوريزيشن وفتو الليجون. بتابع بيه والليجون. معناه هنا عندي ابنورمال. طيب ممكن اجينا سؤال للأبنورمال بريست. ايوة الابنورمال بريست. طوالي. ممكن اجينا السؤال. فالالأبنورمال. ايوة. اعتباري سكرين كفحص سكريني. اه. اه. 25. which of the following is the function of to the transuser and to the detection of the ultrasound. نفس السؤال عاد نفسه. من البرسلية الموجات واستقبلها ليه مرة ثاني. البيزوالكتوريك. which of the following kind of to the patient are to the more difficult to the image by the ultrasound because of the tissues attenuation. واضح. هنا جاوب عليه نفسه. قبل ما انا جاوب هو جاوب عليه نفسه. اي واحد من المرضى هنا حاليا بشكل ليه مشكلة بسبب التشوز بتاع الجسمه ان الموجات ما قادر تعمل اختراق. الاوبيس. الانسان لو كان كتلة جسمه كبيرة جاني وزنه اه. اه. مئتين. مئة وخمسين. ده معناه كتلةه كبيرة. خاصة هنا ذكر ليه السؤال. because the tissues attenuation. attenuation معناه ان التشوز اصلا the skin dilated حجمه كبير. فالموجات بتصل وما بتجي راجع اصلا. فهو الاوبيس. which of the following is the ultrasound frequency range into the megahertz most of the commonly used for the medical diagnostic. نحن اصلا ندعمه مع paleωνد. ول wym هي من 2 الى. الى academia 19 اذا كان الى 15. واحدة. فwią 한번 نستخدمه في الدياجونستيك. الايغونستيك م continuous ittiك. لكن الميجا استخدمى الايغونستيك. لكن الميجا ايغونستيك بس طلع معايا من وحد ميجا هيرتس. لكن اما في التشخيص كدايغونستيك بشكل عام في الالترا بابду طوالي من رغم اتنين. اذا من 2 الى megap squareован lesliches. ممكن تصل معايا حاليا انه بتصل معايا الى على يمستخدم. وإلى أعلى حسب طور الأجهزة لكن حسب الخيارات هنا من 2 إلى 15 هرتين ما تقول 50 زي المايكرو بايروسكبي اللي يستخدموه في الآي ألترساون ذاك ممكن نصن معي إلى 30 وإلى 40 وإلى 50 ميجاهرتز لكن أي ويدي هنا بدأت ليه من 40 إلى 50 إذا نجابتها غير صحيحة الأساس إنها تدى معي من 2 ميجاهرتز سمحتك المتالي سمحتك المتالي بس لك المتالي طوالي الفريقونسي المتالي أي من العوامل الآتي بس لك المتالي فريقونسي طوالي زيت في الفريقونسي زكر لي كل الأشياء فقط كدب لي الجل لا صح دي الإجابة هنا الصحيحة نحن عايزين نشتغل نيونيتل دي المين دي الأطفال أو الأطفال اللي بيكونوا في الحضارات تمام طيب عايز نعمل لما وجهة صوتية للبراين استخدم أي طريق منيات ومنطقة المناطق اللي بتكون لسه إنه بتكون ويك بتكون ضعيفة لسه ما حصل فيه ما حصل فيه دي بسميها بالفونتانيل بسميها بالفونتانيل وشهر واحد الانتريال فونتانيل البروستات أو البروب ده كمان يا جماعة اسمه الاندريكتل أو الترانسريكتل جاك اسمه اندريكتل صح جاك اسمه ترانسريكتل صح تمام إذن الليكوجينيس دي كان بتعمل معك حدي 5 ميجا هيرتس طبعا يا جماعة أنا بقرأ لكم الكلام ده ما معنى إن لو رسلت لكم الفيديوهيك ما هي وضح لكم لا مشكلة الأسئلة دي هنا إنه ممكن تتحايل علينا ممكن كلمة واحدة تغير معي السؤال أي أي حالة من الحالات عندما أبعث الموجات الصوتية بتصنع عليه حرارة إذن لازم تكون عشان الموجات الصوتية تصنع حرارة أو لازم يحصل لها امتصاص إذن الفيديوهيك نفسها قلنا قبل شوية جمعة الفيديوهيك عبارة عن عبارة عن نفس السؤال طيب جانب ريط السؤال ثلاثة 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 سؤال جميل جدا جدا وفيه خدعة إنه جاني بيشن نيو نيتل نيو نيتل قلنا در تفعل حضانة صح وإذا ببوسبل وداخل في حالة بتاعت كرينيو سينستوزيس حالة بتاعت تعظم انتر تذار الراجلوجي ديبارتمن بكوز أوفتو البيشن ايج طيب تمام المشي معاي الراجلوجي قالك انتبه لعمر المريض طيب انتبهت فيزيشن المعالج أولا خصائل كان موجود أنا ما عايز لي أشعة أنا ما عايز أشعة تصلي إلى البيشن الحال حيكون شنا يا جماعة أي واحد انت ما عايز أشعة موجات CT CT أشعة ديجيتال انجيوغرافي CT أشعة إذن ما احتاج لي إذن الألتراساون وزي ما اتفقنا في السؤال السابق إنه من خلال الفونتانيل 34 ثابت يا جماعة حاجة ثابتة which of the following into the appropriate doppler angle degree into the fetal heart أنا حاليا في الف fetal heart الدegree في الف fetal heart بالنسبة 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 أنا باجي بأي ديجري 16 ثابت كنستن ثابت حفظ لي كده 16 ok which of the following التراساون technique into the appropriate to the assist البيباس heart anatomy and to the function أنا حاليا عايز أشوف البيبي heart دار أشوف الهارد بتاع البيبي بالنسبة للعناتومي وبالنسبة للفانكشن أستخدم معه أي حالة هل هي الججري التراساون color doppler transvagina هو هارد إذن fetal echocardiography إيكو إيكو صدا كارديو كارديوغرافي كمعنى التراساونت صح كارديوغرافي هارد لألتراساونت دي أصلا بروسيدر براه إحنا بنسميكو fetal echocardiography تمام طيب جاني للأدلت مكتب لي فيطل فقط خير كما تفيتل كانت موجودة بيبي دي كانت موجودة كان موجود أدلت إذن طوالت تكتب لي الإيكو كارديوغرافي أدلت إيكو كارديوغرافي ممتاز نفسي إجابة الوان ميجا هيرتز يساوي إيكوال الوان إذا وان ميجا هيرتز وان ميجا هيرتز تشوفوا الصور وتفهموا السؤال ثيرتسافر أنا حاليا مستخدم الـ 3D دي هنا يطرس أنا حاليا مستخدم الـ 3D أفضل بيبي بريني الميومترين فاندل اسمه الكورونا 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 الجسم يا جماعة إلى أنتيريير وبستيريير أنا حاليا عايز أبدأ فحص موجهة صوتية أبدأ من وين أول حاجة الـ أتأكد أنه محضر المريض بتاعي أنه يكون صايم أنه يكون فول بلادر أنه يلبس ملابس مناسبة تحضير المريض الحالة الثانية الـ أشيل المريض أخطه بالوضعية المناسبة بيستعيدني أنا على العمل بعدها باختار الترانسيوزر ممكن يساعدني في الفحص طيب الحالة الرابعة على طول الترانسيوزر بوزيشن إذن معناه دي خطوات جائمة متناسقة مع بعض ده هنا شكل البروب الحاجة في الأعلى دي حاجة إضافية بسميها بالستاندوف تمام بضيفة في جهاز البروب بتاعي عشان أزيد عشان أخلي الموجات تعبر تعبر في الموجات بتعتبر نفسها إن حاليا وصلت بعيدة لكن أنا بستخدمه دائما عشان أشوف بالسكين موف الفوكال زون قلوس بالسكين بخلي الفوكال زون بتاعتي تمام موازيه للسكين طبعا بستخدمه مع الباثولوجي اللي بكون دائما في الصبك يتينس بخلي الفوكال زون 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 ما بيعمل لي بإنتريشن لكن من ناحية التباين بتاعه رائع جدا الكلب الكلب اللي يرأو لابدوين الترساون ممكن يعمل لي بإنتريشن لكن الترساون أقل من الترانسفجينا عشان كده دائما في الماس أنا بحبي استخدام الترانسفجينا إلا في الحالات الثلاثة ذكرنا الممنوعات هاشيموتو سايروديتوس حالة من الحالات الالتهابية سبب الإميون بتولد لي أنتبيوتك والثيرويت تدخل في حالة بتاعت هيتروجيني هيتروجيني يوزن الباتشي هايبوكوك أنتو هايبريكوك إيكو إذن هنا باين معينا الثيرويت من هيموجيني ظهرت معينا هيتروجيني معناه أن الهاشيموتو ثيروديتوس أو الباطل جذكرناه في بداية المحاضرة مما استفتحناها ألا هو كريف ديزيز كمان نفس الحاجة بيصهر معي هيتروجيني أول ما جنس السؤال ما تتعب نفسك إذن هم عايزة فرق لي بين تو بار تمام أو تو تيشو بتشابه إليه مع بعض تارجت تمام وتو تيشو كان عنده سيم رينج أو تصادماً لكراً تمام هيتروجيني ده هنا تعريف أصلاً تعريف العجزة ده تعريف العجزة 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 تصادماً تصادماً اشتركوا في القناة في القناة في القناة وذكرت لي القناة طوالة قناة اختصارة كلمة الفوق نزلها لها تحت قناة اختصارة أحب القناة في القناة لأن القناة يعتبر أكثر من القناة وفي حالة الالتهاب يمكن تستخدم رؤية جميلة السبب الأساسي في كلمة الارتفاق من المسؤول أصلا من الارتفاق الفريقونسي الفريقونسي هو المسؤول الأول والآخر من الارتفاق من المسؤول من الارتفاق طيب نشوف العسلة إذن الإجابة خليك من الاليزم كوي حاجة الفريقونسي هو الإجابة الصحيحة قال شيئا أكثر من الأحب المسؤول على أدرا search البريقونسي على الرمس ليا نوع من انواع النيدل او الحقن عشان اسحب لي عينة من اي سيست او باثولوجي موجود معي في الالتراساون انا استخدم الهاتو نيدل النيدل اللي باستخدامها المشهورة جدا باستخدامها كل الاخصائيين بتاع الهيستو باثولوجي هي الشيبة شيبة يسموها الشيبة تمام دي نوع من انواع النيدل بعملها وفي الموجات بصهر معي ايكوجينيك واشوف طيب حاليا عندي سيست ماس تعال ونتعرف عليها هنا السيست ماس نحن اصلا اكتفينا هنا ان ايكوج من الداخل بس تعالوا اتعرف على اكثر اذا في الداخل تعتبر ان ايكوج الوال بتاعاته انا كاترتش اتعرف على الوال اه دي وال ديفاين تمام اتصار معي اوفيل او 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 راوندت تمام برر للسكن طيب السموث ثين والسموث ثين والباستيريين هاسمت شايف البرائتنس الظاهر معك هنا دي الباستيريين هاسمت اذا دي كلها صفات السيمبول سيست دي كلها صفات السيمبول سيست تحفظ علي صم اول حالة بتاعت الفري راديكال بتاعتين بتحصل معي الفري راديكال يا جماعة الفري راديكال اذا بتحصل معي ان هي كبيولوجيكال في الالتراساون وطبعا البيولوجيكال في الالتراساون دي حالة ضعيفة جدا يعني نادر ما تحصل معي البيولوجيكال بتحصل معي بسبب الزيادة في الفري كونسي والقلة في الشدة زادة الفري كونسي والشدة كانت ضعيفة بتحصل معي الفيشة بتاعت الكابيتيشن دي الفيسيولوجي بتاعتها تمام من ناحية الكابيتيشن بابولز اذا في الالتراساون الاساس البحصل فيها الفري راديكال والبيولوجيكال بشكل مباشر هي الفري راديكال اه 15 which of the following best to describe a number of to the wave cycle الممكن ارمز لية للويف سايكل عدد الدورات الويف سايكل بير سكن خلاص اعمل نقطة عدد الدورات في الثانية طوال الفريكونسي الفريكونسي يساوي لية عدد الدورات في الثانية تمام عدد الدورات في الثانية الواحدة مثالا في الثاني الوحد دانئ ثريي الدانئ فور سايكل إذن عدد الدورات في الثانية هو الفريقونسي وظيفة الترانسيوسر إن يرسل موجات للجسم تضر في الجسم وتجير راجع مرة ثانية إذن إرسال and receive استقبال الصوت 52 وظيفة الترانسيوسر إن يرسل موجات للجسم تضر في الجسم وتجير راجع مرة ثانية أنا عايز أجيس البلد فلو عايز أشوف سرعة البلد عايز أشوف البلد تستخدم معه خاصية دبلر تمام البلد عايز أدرس البلد أستخدم معه خاصية دبلر دبلر تساعدني طيب أنا عايز أعمل إفالواشن للليبر عايز أعمل فحص للليبر المطلوب مني الباشر يكون فاست يكون صايم من 8 إلى 12 أور قبل الدراسة في أسر طبعا جمعة ما جايب لكم مع صور لأنها ما بتحتاج طيب دي هنا بربرايشن بالنسبة للليبر في حد نفسها طيب هنا بالنسبة للكيدني إن الكيدني يكون درينك الووتر أتو دفول أو الفيلد تذل بلدهر بفور تذل بذي أكسلمناشن هنا بالنسبة للليورولوجي أقول له تعال شارب لي موية وتعال بالنسبة للليبر بقول له خليك صايم طيب نفس السؤال هنا طيب أنا حاليا عايز أشوف البلفيك بتاع الفيميل كمان يا جماعة البلدر لازم تكون فول زي ما بلحظين في الصورة هنا البلدر لازم تكون فول ليه طيب أنا عايز أشتغل في البلفيك أنا عايز أشوف اليوترس ما عايز أشوف البلدر البلدر ممكن تشتغل معك كأكوستيك ويندو عاكس لليوترس برضو البلدر لازم تكون فول which of the following is appropriate to the preparation into the patient for transvagina ركزوا الترانس vagina لو أن أنا أستخدم الترانس vagina فالbladder تكون empty فقط في الترانس vagina تكون empty وكمان في الترانس rectal في الترانس rectal يعني تكون minimal ما تكون full لا تكون empty minimal حاجة طبيعية ما بتأثر معنا ده مصطلح الترساون تمام بردجوزة ياتو هنا ياتو واحدة ممكن تصنيع لي الألترساون أو الموجات فوق الصوتية من وما جاهرتز من وما جاهرتز أنا دي باحتبر الموجات فوق الصوتية لكن في الميديكال لايجوناستيك بس بد من اتنين إلى أصل لعقص عدد ممكن يديك له البلفك هنا يختصر السؤال الـ 59 بتكلم لكم عن الـ endovagina الـ endovagina frequency هي بتعمل معي من 5 إلى 7.5 ميجا هيرتز بس عن الـ endovagina طيب ستين طيب تعالوا نمسك جزء 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 البروستاد من الـ endovagina في الـ longitude scan وين دي هنا شنو دي الـ anterior abdominal والطيب الجزء يا هنا دي البلدر دي هنا في الـ anterior صح دي البلدر خلفها هنا دي البروستات إذن posterior خلف البروستات إذن posterior واحدة من الأشياء الموجودة هنا دي ما لا علاقة بالمجارة الصوتية أو التأثير بتاعها ما لا علاقة بالمجارة الصوتية الـ heating الـ cavitation الـ mechanical الـ ionization الـ ionization التأيون التأيون من الأشعة إذن التأيون خطأ الـ heating أيوة absorption الـ cavitation نعم درسنا الـ mechanical الضغط الحالات التي بتعمل أنت إذن دي كلها ممكن تكون معي دي من الـ ultrasound معدن الـ ionization في الأشعة إذن ما تعتبر هي بالنسبة لنا واحدة من الـ examination دا ممكن تكون ممكن صعب إن نصلا نعملها نحن ممكن نشتغلها لكن دائما فيها مشاكل هل هي إني عايزة أشوفها الـ heart لا الـ heart ما بيعمل معي مشاكل بقدر أشوفها عادي هل هي الكدني لا الكدني ممكن أشوفها بالـ ultrasound بيكل البوزشنات أنا لازم أشوفها طيب هل هي خطأ ما الـ liver هل هي الباول نعم الباول الباول بيعمل معي مشاكل احتمال بيكون فيه غاز احتمال بيكون فيه موضمينت احتمال بيكون فيه حركة فالباول بالنسبة لي هو الـ limitation small bowel large bowel anything The structure on ultrasound image that does not produce to the echo also no أي structure ما بيعمل معك echo ما برجع معك موجات إذن أعتبر أن يكون مثال عليه البلدر To see normal goal bladder أنا عايزة أشوفها normal goal bladder إذن fasting كتاب لها الخيارات هنا من 8 to the 10 hour أنت قبل شوية يبطلناها من 8 إلى 12 ساعة هل أنت شايف 12 ساعة في الخيارات لا إذن هي من 8 إلى 10 hour The appearance of to the water and the urine and the bile ظهور الواتر واليورين والبايل والفليويد كل عبارة عن فليويد كل فليويد وكل الفليويد تصهر معي بلاك ما كتاب لأي بلاك كتاب لأي أني كويك إذن الإجابة أني كويك ما في أني كويك كتاب لأي فيه الفريء إيكو إذن الفريء إيكو كل نفس المسمى الهيبر إيكويك ريجون أنا شايف هنا الهيبر إيكويك ريجون إذ داخل ده دين الكيدني داخل الكيدني إيكوجينيك هل هو لو الأمبلوتيود هل هي عن إيكويك هل هي إيكويك لا لا هي إيكوجينيك سؤال مباشر الهيبر إيكويك يعتبر شنو إيكوجينيك أي يعني أن سهل الموضوع إنوفر ينوفر تمام تمام الفوم أو النن ينوفر متناسق وغير متناسق كل ما هو غير متناسق فهو إيتروجيني يس وكل ما هو примерно متناسق فهو هموجيني يس هناك تبليش غير متناسق فهو مثال عليها ال�res ظهر معاكم إنها تتمنى شنو إيتروجيني يس هايبوكوك إيكوجينيك إذن هي هيدروجينيوس وشف the following have the same value for the الإنفرا الإنفراساوند والساوند والألتراساوند طيب إنفراساونس والساوند والألتراساوند كلهم مع بعض بتشارك إليه في غيمة واحدة same value مثال عليه في البروباكات في الإير برباكات يعني سرعة الانتشار قصدها كانت أو الانتشار في الهوا إذن معناه الساوند سبيت ثابت كلهم مع بعض يعتبر have the same value بالنسبة للبروباكات في الانتشار هي السبيت of the sound السيروزة يجول الريفير to the disease السيروزة أنا بلقها في أي أورغن بلقها في الليبر من أمراض الليبر تمام أمراض الكبد هي السيروزة 70 قويتر إذن تيم ميني كلمة قويتر معناه إن حصل معك سولنك في الثيرويد الثيرويد ضخمت معك إذن كلمة قويتر بشر لا للثيرويد دي من البيثولوجي البقاء عندي في الثيرويد مين إذن كلمة قويتر زي ما وضع معكم في الصورة طيب الهيباتو ميقالي اتكلمت قلت لكم بتنصر معكم إلى 15 صحيص صح أو 15.5 شوف دي الأسئلة هنا المخادعة كتب معك أكتر من 13 وكتب معك 14 13 14 14.5 12 سنتمتر أو أعلى لأي أنت ما وضحت لي أعلى كم بالضبط لكن في اللعلة إذن 15.5 دي أخصى حاجة دي معناه دي فهم البرومتريك كده إنهي أخصى حاجة أو إذن تكون الإجابة صحيح لنا 15.5 أو أعلى منها أنا بستخدم الجهاز أيضا عشان نشوف شنو هل الابدومي لأوري الجاستريك ألصر الجاستريك ألصر بخليه للسي تي ممكن بديني له ظهور جميل طيب عادة شوف الاسباين الامراي والسي تي بدوني رؤية جميلة جدا للبونس بتاع الاسباين هل رغم دي تشيك أو الانيمونيا لا أنا شايف إنه أفضل حاجة إنه ممكن نستخدمها بالناحية الـ شايفين النيدل هنا قادر يشوف بلو أنا شايف لأي حاجة كده تحت الدايفرام ده الدايفرام دي هنا عندي الدايفرام مع الشبين شايف ليه هنا آن يكوي معنا في فليو يا دكتور دي وده هنا الآن يكوي ده الفليو كل أنا درسناه في الالتراساون اميج أنا عايز أحفظ الصورة الصورة وقتها تتعرض عليك بستخدم مع نظام اسمه الفيديو تاب الفيديو تاب تمام أحفظ ولي الفيديو تاب دي بسته لأحفظ هو عبارة عن ميديا بحصة في صور الموجة أكثر باستخدم دائما في الالتراساون البيش يكون صوبين البيش يكون صوبين ده معظم البيش ممكن عمل بالالتراساون البيش اتخدم البيش مع البيش باللتراساون البيش أي حاجة داخل الجسم تمام البيش 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 حاجة داخل الجسم هل هي الفيديو ولا الفيديو الفيديو أي حاجة داخل لي في الانترن سوري نرجع أي حاجة معنى جنوم refer to the sometimes live inside the body skin subcutaneous fascia muscles وانا داخل إذا ما نشنو in the vivo refer to the something live in the site alive in the body a resolution generally increase into the ultrasound image a resolution with the increase into the transducer frequency أنا عايزة زيدة الresolution زيدة الفريقوانسي عايزة زيدة كل ما قللت الفريكوني زيت الت�를 والكل كل ما زيت الفريكوني بزيد ال ووت pes sculpture وراق tweet على نفس الأساد과ỹاج أيت علم المسجلة موسيقا لأي موضوع لا ترخص في الم 그런 المس質 في ايوها على كبس في السوائل لا ترخص في السفل ترخص الفراق Guin婦 ماذا في الهواخ من النشط عشان كده بنستخدم الجل على اساس انه هو كيبال ايجا. وحدة الطولة الموجي هي المليمتر. الكريستال واضح. الموصل الكهرباء. الكهرباء بتصل تصدم لي في الكريستال. بتصني عليه سيجنال. السيجنال بتمشي تضرب لي في البضي. بتحولها تاني للسيجنال الجهاز بيقرأها. هنا حاليا عندي كولستايتس تمام. تذكروا كبير قلت لكم الكولستايتس معنا عندي التهاب في الكول بلادر. طيب الكول بلادر وال بتاعها كان ثري مليمتر ثري مليمتر او اقلة. طيب تعال نشوف واحد مليمتر خطأ. واحد مليمتر بالنسبة لي ما الكولستايتس ما يلتهاب. طيب اثنين مليمتر لا لسه نورمال. ثلاثة مليمتر والله هي لسه ثلاثة برضو نورمال. سبعة مليمتر أب نورمال. طيب اتخيل كتب لي واحد. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أنا بالنسبة لي ثلاثة إلى ثلاثة هي النورمال. أربعة طوالة بمسك فيك رغم أربعة. وبعمل دقيق عليها. طيب كتب لي ثري بوينت سيكس مليمتر. وثري مليمتر وثو مليمتر. أنا حدي ثلاثة أكتر من ثلاثة بالنسبة لي الكولوستايتس. كتب لي الخيارات من تسعة من تسعة إلى ثلاثة. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر ونص أو اتناعشر ستة متر. إذن ثلاثة عشر. أنا بيتين بقول إن الباشن عنده غويتر أو عنده تضخم. مع أن الثيرويت حجيمة زاد. مع أنه لازم يكون أكتر من ثرتين، فورتين، أيتين. أول حي ترجع للنورمال. تسأل نفسك واتف ذا نورمال. في الأدلت ميل تصل معك من 12 إلى 18 مليمتر. وفي الفيميل من 10 إلى 15 مليليمتر. أما في البيدياتري قوي العمار من 13 إلى 14. من 8 إلى 10 مليمتر. طيب هنا سألني عن أي واحد. هنا ما حدد. قال لي مور ذن. أشوف الخيارات. لا لا نورمال. 14. إستل نورمال. 18. والله في الميل بتصل معي إلى 18. نورمال. طيب. 25. إنت ذا ميل. أم في ميل. 20. خلاص دي هنا. هنا زال. هنا أبنورمال. 29. 30. When you are in the ultrasoundِ. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 32. 32. 32. 33. متناسقة يعني متناسقة معنا دورت دائرة هنا والدائرة الثانية والثالثة والرابعة كان في أربع مواقع عينت فيهم كلهم ما بعض لقيتهم إذن هيموجينيوس جاب لك الخيار الميكرويف الميكرويف لو أنت كنت حافظ الموضوع مية في المية متأكد منه ستجهب ستقول معارف الإجابة طوال تجيب الطول الموجي الموجود عندك في الطول الموجي واحفظه ولاحظ الإختلاف الميكرويف يعتبر أقل من والألترافول والأكس ري إتفقنا وعدنا السؤال مية مرة تصهر معي أنيكوي بسرعي تمام إذن هي أنيكوي لأن جوة وفيه تصهر معي بلاك إذن أنيكوي كيف يمكن أن نرى الهارد بإلتراسان أنا كيف يمكن أن نرى الهارد بإستخدام الإلتراسان هو بإستخدام الكلار هل الأيم موت هل البلس هل هي السيجتال نحن ندعم مع الهارد بشكل مباشر بالأيم موت نظام الموشن الحركة أنا حاليا استخدمت جهاز البروب في السوبين تمام جيته من الأعلى ولاحظت فيه جاز جاني من الأبدومين عمليه ارتفاك صعب علي الموضوع الديني موقع ثاني ممكن أجيبه بتاع اللاترال ضع البروب في اللاترال لاترال إذن بجدين عشرة سئلة لجيت في تجمع بتاع وين بضبط ما بين الليفر وما بين الكيدني ما بين دهين الليفر في الأعلى ودهين عند الكيدني عندي فليو كليكشن أنا بسميه بسميه أسايتز طيب ما بين الليفر وبين الكيدني الموقع اسمه اسمه الموريسون باوتش موريسون باوتش أقل من البنكرياس الليفر الليفر ممكن يصهر معك الآيزو أو يعتبر هو الليس إكوجيني الليفر تعتبر أنه إكوجيني من البنكرياس أنا عايز أشتغل التراسون للثيرويد هنا الثيرويد الغد تمام وعندي وسادة الوسادة أين أضع الوسادة تضع تحت الكتفين عشان الهيد يعمل معك هيبرفليكس ده هنا جماعة فيهما السؤال نصف الإجابة معنى مريد قاعد معي في غرفة الطوارئ ونحن شاكين شاكين في أنيوريزم ده شكل أنيوريزم وحبت أجيب له كله الصورة شكينهم إنه عنده أنيوريزم معنى فيه تضخم في الأبدومين الأورتة طيب أفضل حاجة البيشنوين قاعد في الإي آر في الإمرجنسي هل استخدم معه الإكسري أجيب لي الإكسري في الإمرجنسي لا الإكسري ما بتورين الأورتة طيب يعني هو أنا وشاكين المريض في أي لحظة ممكن يباصي مني كيف أجيب الستي ولا الإمرايا أو أدي للستي والإمرايا هل ديني حل أسرح أستخدم معه الألترا ساون البروستات ويلت الى ثري الى ثري الى فايف مليمتر وش اتصد الى ينفور وإن الى هايبوكوكوك تكشور لسه أنا لو مسكت الزيز مع بعض وضربتم في 0 523 523 حيزهر لي لسه في النورمال النورمال فوليوم اللي هي النورمال فوليوم لو جاكم سؤال يعني النورمال فوليوم هي 30 ميليليتر تمام دي بتاع البروستات على فكرة أنا ضربته مع بعض جاني نورمال الفوليوم جاني نورمال لكن هو قال لي هايبوكوك طيب خلاص نمسك هايبوكوك وننزل تحت هل هي نورمال هو قال هايبوكوك هل هي هايبوبليزيا لا لا يعني ما ماشى هل هي هايبربليزيا وكمان ما ماشى طيب هل هي هايبواتروفي لا هي هايبربليزيا لا في تضخم لا هي هايبورتروفي لا في ضمور لا هي فيها هايبوبليزيا لا لا إجابات دي كلها خاطئ إذن بختار النورمال لكن لو كانت هايبوكوك وإذا كان لي البروستايتس التهاب بروستايتس ITIS بتكون هي الإجابة صحيحة الهايبوكوك كيدني ماس with the wall define which of the following is the most like of the دييغنوس هندي هنا هايبوكوك ماس هايبوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك يعني أفضل ترايمستر يعني خليني أعمل الإقزام وأعمل ديكشن للجول بلدر للجول بلدر هو الساكن ترايمستر. تمام؟ انسار دمينيه وطاة ويدر هو الساكن ترايمستر. بعض اللي حي ممكن يقولك الساكن ترايمستر مع زيادة شهرين ثلاثة شهور إلى أربع شهور. أعلم، كيف يقوم الآن من الوقت العالم الذي يحدث في المرتين للجول بلدر من الترسمن العليات؟ واحدة أولاد كما ترسل إلى الإقزام والمستقبل بلدر، مفروضنا كما أرادت كما في الموجات دي الثابين، عشرين أعلم، سعلي، 99 تسعة وتسعين، امرسنت أيضا ضادر بالمرتين ليسا عبر الحرّب، تمام؟ بالنسبة لي للبرتين من الترسمن الهربائي، فاتي مرتم بلدر من الترسمن من الانترسمن الروم؟ الكلب الكلب لدر تصهر معي an echoic dark dark معنى فيه an echoic زوداء an echoic an oval shape إذن شكله بيضاوي وان اكويك اللاحظ معه في المنطقة هنا بيضاوي وان اكوي patient who the consider have to the smoker patient have a smoker بيشرب smoker تقيل جدا تمام had to the abdominal ultrasound وعنده موعد فحص للأبدومين and to the fast وكان صايم لمدة 8 ساعة يعني من 8 إلى 12 أو 8 إلى 10. قبل ما أبدأ الإجزام أو أكمل الإجزام كامل تمام؟ لحصر كانت كانت حاصل فيها يعني ما كان فيها فلود في الداخل أو ما كان فيها بايل عشان أنا أقدر أشوفه. ما هو السبب الأدليل للكونتراكت أو تخلص لي من البايل؟ هل هو تفاصيل؟ لأنه كان صايم لفترة طويلة؟ هل هو النوكتين؟ هل هو النوكتين؟ هل هو النوكتين؟ السجاجر ممكن يشتغل لي حالة أن يعمل لي كونتراكت للبايل؟ فتلاحظ أن منعظم الناس بقولك أنا ما ممكن أدخن وأنا صايم أو ما أنا مياكل حاجة لأن الطوالب يتم إفراز البايل وبيصل للأبدومين أو الـ small bowel تمام الديودينام أو ممكن نسل معي حتى البيبسين في الستومك وكده بتلاحظ أن المريض بتجو ألم في البطن لأنه ببدأ يضرب معي طبقة الميكوزة وإلى هنا وإن شاء الله ربنا يوفقكم وسهل عليكم وكون إن شاء الله وضحت لكم معظم الأسئلة وإن شاء الله دي ما لامحكم إن شاء الله بعد ما تطلعوا من الامتحان تشوفوا درجاتكم ويديكم الصحة والعافية وما تنسونا من صالح الدعاء وإن شاء الله بوضع لكم كل روابط المنصة كلها بتكون إن شاء الله تحت الفيديو وأعملوا شير لأكبر عدد من زملائكم الممتحنين الامتحان طبعا دي جسئية الموجات الصوتية إذا عمقت لكم فيها بأشدة أنواع التعمق عشان أسهل عليكم يعني إن شاء الله بإذن الله ما حتكون مرت لكم من المية وواحد سؤال أو من البداية بتاعتها يعني لو كانت جات موجات فإن شاء الله ما حتطلع منها ولو لقيته برضو إنكم تزيده فحاولوا زيده وبديكم رابط المنصات بتغتيب تحت الفيس والتليجرام وإن شاء الله الواتساب كلها إن شاء الله حتكون تحت الفيديو وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة